السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اللغة الانجليزية للصف السادس الامتدائي التمهيدي لانباشر امتحانهم الانجليزي فنزلت لهماني نماذج اسئلة البرحة نزلت لهم او نزلت لهم تنقيق فيديو ببحدة او نزلت لهم اهم الانشاءات بقت شغلة اليوم القطعة الخارجية شون يجابون القطعة الخارجية هي مخارجية هي قطعة من ضمن الكتاب هاي الخارجية يسموها المتوسطة والاعدادية فالابتدائية يسموها قطعة من ضمن الكتاب ها عيني اختارت قطعة كلش بسيطة من الكتاب واختارت عليها اسئلة يوم ما تجاوبون يعني شوف صيغة السؤالية حسب شون تجيكم يس او نو او اسئلة فان اختارت اسئلة يعني اشوفكم شون تجاوبون عليها اول ما تجون هي طبعا بالسؤال الاول اول ما تجون تقرون القطعة فدمرتين الثلاثة مرتين الثلاثة وخاطر تفتهمون معناها ازين الطالب اللي ما يعرف يقرأ واللي ما يعرف يترجم يعني ما يعرف معناها اكو دليل بالسؤال هسا رح يشوفكم يا دليل بالسؤال خاطر تعرفون تجاوبون خلينا نقرأها read the passage read the passage and answer the question يقول اقرأ القطعة واجاوب بيس or no اكرم is from Iraq اكرم هو عراقي دلعراق he is 11 years old هو عمره دعش سنة he lives with his father in a small house وهو يعيش ويا ابوه او في بيت صغير he has got brother ولديه اخ called ali he has got brother called ali ولديه اخ اسم علي he goes to primary school وهو يذهب الى المدرسة الابتدائية يعني بالمدرسة الابتدائية he likes his school وهو يحب مدرسته his favorite color is green وهو لون المفضل هو الاخضر his favorite lesson is art هو درسه المفضل هو الفنية his favorite food is fish اكلتها المفضلة هي السمك he plays football in the play grand with his friends هو يلعب كرة القدم مع اصدقائه يعني ويا اصدقائه بسحة اللعب قرأتها مرتين ثلاثة شوفوا تجون عليها how old is akram number one how old is akram جد عمر اكرام شوفوا باعوا عليه كلمة old هي احنا عدنا hi akram is from iraq لا ما ليشغلة كلمة old ما تعرفون المعنى ما تعرفون تقرون باعوا عليه كلمة old اكو موجودة بالقطعة old he is 11 years old باعوا هذا هذا الجواب he is 11 years old اذا شنو جوابه how old is akram he is 11 years old اكرام عمره 11 سنة نجع النقطة الثانية where does akram live باعوا على كلمة live وين يعيش اكرام live باعوا على كلمة live he lives with his father in a small house شوفوا احنا جابنا القطعة السؤال الاول لازم من بداية النقطة لحد نهاية النقطة هذا الجواب نجع على هذا الثاني قلنا كلمة live وين يعيش اكرام ويا ابوه في بيت صغير he lives with his father in a small house يعني من بداية النقطة لحد نهاية الجملة ثري where does he go باعوا على كلمة go وين يذهب اكرام go شوفوا على كلمة go وين go he at him he goes هذا مضارع بسيط he وshe وليت ياخذن as he goes to primary school يذهب للمدرسة الابتدائية اذن من بداية النقطة لحد نهاية النقطة four what's his before a color شنه هات اكرام اللونة لونة مو هو لونة المفضلة شنه باعوا على كلمة color وين كولار هات اه من بداية النقطة his before a color is green شنه لونة المفضلة الاخضر اكرام يحب لونة الاخضر شنه بعد five what's his before a lesson شنه درس المفضل درس اكرام والمفضل وين درس اكرام his before a lesson is art درس المفضل هو الفنية من بداية النقطة لحد نهاية النقطة يعني باعوا على الدليل يوم listen listen color خنشوف بعد نقطة الاخيرة what's his before a food شنه هو يت مو هو هت اكلت المفضلة اكرام يحب السمك شنقول من قرنها بالقطعة his before a food is fish يعني اكرام يحب الاكلة السمك من بداية النقطة لحد نهاية النقطة يوم حبايبي تباعون على الدليل ما تعرفون انتو تكتبون اه سوري ما تعرفون تقرون ما تعرفون اه ترجمون باعوا على الدليل مثل ما قلت لكم live باعوا على كلمة live old باعوا على كلمة old go باعوا على كلمة go من بداية النقطة لحد نهاية النقطة color باعوا على كلمة color listen على كلمة listen food على كلمة food وبالتوفيق يا رب